اهلا بكم وعماكن روح وحلقة جديدة والنهاردة هنتكلم عن كيفية جذب توقم الشعلة مرة اخرى والمفتاح كله في تحسين نفسك تحسين مش تحسين ها يعني مش العزد وجه لأ تحسين يعني نحسن من نفسنا علشان نسهل من جذب توقم الشعلة مرة اخرى ممكن يكون الانفصال عن توقمك تجربة مدمرة مدمرة فعلا يعني مش حاسة ان انا خالص خالص يعني بهول من الموضوع لا هي بتبقى مدمرة لكنه بيبقى جزء طبيعي من رحلة توقم الشعلة وتعلم كيفية جذب توقم الشعلة بيك حيساعد على تقوية علاقتك على المدى الطويل وفترة الانفصال بتسمى فترة الانفصال عادة بمرحلة الهارب والمطارد خلال الوقت استعبدة بيكون في حاجات كتير من المفترض انك تقوم بيها عشان تستعد المرحلة لم الشام حتساعدك النصايح دي على انهاء مرحلة الهارب والمطارد في انفصال توقم الشعلة اعمل على اصلاح عيوبك دي رقم واحد كلنا عندنا عيوب والغرض من علاقة توقم الشعلة هو الشفاء الشفاء ده بيتطلع الى التوقم دايما بالطاقة الامامية دي بيتمتع بيها توقم الشعلة ومش بيبص لورا ده معناه ان العيوب اللي انت جلبتها للعلاقة هي ملكك للتعامل معاها وخلال مرحلة الهارب والمطارد بتقوم انت من العمل ده ولا يمكن انه تنتهي المرحلة دي الا لو كنتم انتو الاثنين مستعدين بشكل كافي عشان كده انت قوم بوجبك واقمل انه يقوم بدوره رقم اتنين استخدم اتصال طاقة ارواحك بتتبتع توقم الشعلة بعلاقة روحية قوية جدا باستخدام انماط طاقة الروح المجمعة هي غير قابلة للكسر وبينقل الكتير من الطاقة مما يسمح بشكل اساسي لتوقم الشعلة بدمج طاقاته بالكامل لما بيكونوا حوالين بعض انت بتقدر تستخدم الطاقة دي لارسال افكار الحب والحماية لتوقمك وهم هيحسوا بيك وبهدفك من ورده وهيربطوا المشاعر الايجابية بيك فانت ارسلهم دايما طاقة حب وسلام على قلبهم تالت حاجة هي مساعدة شفاء الهارب تماما زي ما بتقوم بشفاء طاقتك الخاصة فتوقمك كمان بيعالج في نفس الوقت جدا طاقتك ومع ذلك بيميل الهاربين الى ان هما يكونوا اقل قدرة روحية من المطوردين بيكونوا هما للأسف اقل منهم وعشان كده بيكون من الصعب عليهم معالجة عيوبهم روحية والحسن الحظ انت بتقدر تستخدم نمط النفوس النشط للمساعدة في توفير الطاقة دي انت بتقدر تقوم بدأ من خلال التأمل وبتكون الممارسة المعتادة هي صحبة الطاقة من المصدر للمساعدة في توسيع وإصارة نظام الشاكرة الخاصة بيك لكن بدل من كل ده انت ممكن تقدر ان انت ترسل الطاقة دي ليهم على موجة الطاقة المشتركة الخاصة بيك بحيث بتعمل على تمكينهم من ان هما يشفوا وان هما يسعدوك انت كمان لما هما يشفوا ان انت تقدر تجذبهم تاني ليك رقم اربعة امنحهم بعض المساحة ومن الضروري منح مساحة لتوأمك لما بيحتاجوا ليها حتى لو كان ده في المنزل حتى لو كنتم متزوجين فبعض الاحيان بيكون توفير بعض المساحة هو كل اللي انت محتاجه علشان ترجعوا لعلاقاتكم مع بعض تاني احسن من الاول رقم خمسة اتصل بالتزامن قوة التزامن اللي هو التخاطر معروفة جدا وانت بتقدر تستخدمها لمحاولة اعادة توأمك لك فقر في الارقام او الافكار او المفاهيم او البرامج التلفزيونية او الاغاني او الافلام اللي بتعني شيء خاص لك وانتو الاثنين ابعت الصور دي ليهم ولو كانت نواياك نقية فهتتحقق الصور كتزامن مع توأم شعلاك رقم ستة التحلي بالصبر بتعتبر مرحلة الهارب والمطارد لتوأم الشعلاك موضوع طبيعي جدا وبيحصل لكل التوأم بس بيكون موضوع مؤلم وكأنه ملوش داعي يعني لكنه مش كده خالص هو مهم جدا ولازم انه يحصل وحيستمر كمان بس طالما كان ده ضروري عشان كده خد نفس واسأل نفسك لو كنت انت بحاجة لجذب توقمك الى قلبك بمجرد ان انت تتمكن من الاجابة بصد بلاي على هذا السؤال فمن المرجح ان الوقت كدحان لعودة توقمك ياريت تكونوا فهمتوا اي حاجة من الفيديو اللي انا قلته لكو ده علشان الاجابة هي في اخره لو كنتوا فهمتوني وياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك عشان تساعدوا على انتشار الفيديو ولو اول مرة تسمعوني ياريت تفعالوا الجرس وتعملوا سبسكرايب لو عجبكم الفيديو وياريت لوصلكوا كل فيديو هذي وتشوفوا فيديوهات اللي فاتت كمان واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة